اكتر من كذا تعليق بيجيلي بيسألني عن تردد هذه الكنوات وبالاخص قناة معينة كتير جدا بيسألني عليها هي اللي واضحة دلوقتي قدام حضراتكم ناس كتيرة بتسألني عن تردد هذه الكنوات وهل تعود ام لا وايه هو ترددها الجديد طب هي موجودة عن نايل ساد طب نجيبها ازاي الصراحة تعبت من كتر التعليقات فقلت اعمل فيديو لحضراتكم مخصوص والفيديو ده موجه لاي حد سألني اي سؤال بخصوص هذه القناة في قناة ابو الصحابسات قلت اعمل الفيديو ده لحضراتكم كلكم عيلتي كلكم اخواتي عشان يقول لي يستفيد المهم انا اجيب لك الفايدة واجيب لك الخلاصة بخصوص هذه القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما حضراتكم انا هدخل دلوقتي على التردد الخاص به هذه القنوات وبعد كده هنتكلم عنها هذه القناة باستفادة مع بعض التردد طبعا هو حزمة عامة يمكن التقاطه في اي مكان في الوطن العربي وهيكون عشرة تمانية واحد خمسة على معدل ترميز سبعة وعشرين الف وخمسمية والاستقطاب اللي هيكون حرف الاتش او كلمة اسمها افقي جميل حضراتكم بعد ما تبحث على التردد ده هتلاقي ده القنوات اللي هيتم مظهورها على هذا التردد ده عدد القنوات جميل خلي بالك احذر من هذا التردد بالذات دي معلومة حبيت اقولها لحضراتكم كده على الماشي احذر من هذا التردد انه الان بدأ هذا التردد في قبول قنوات موجودة عليه لا تصلح للمشاهدة العائلية اطلاقا علشان كلكم اخواتي كلكم انتو عيلتي انتو اسرتي فحبيت افيت حضراتكم وقول لكم الكلام ده خد القنوات اللي انت محتاجها فقط من داخل هذا التردد واحزف باقي القنوات اما حضراتكم موجودة على التردد ده قناتين من ضمن هذه القنوات هيظهر اسميهم دلوقتي قدام حضراتكم اما بخصوص هذه القناة فلا يوجد لها اي تردد جديد الى وقتنا هذا لا يوجد لها اي تردد جديد الى وقتنا هذا وفي حال ظهور اي خبر تجاه هذه القناة باذن الله تعالى هبلغ حضراتكم في قناة ابو الصحابسات كل اخواتي وكل حبيبي يارب يكونوا استفدتم تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتعمل شير عشان الكل يستفيد بدل ما حد يكتب في التعليقات لا الفيديو ده يوصله بحيس يكون عنده خلفية بخصوص هذه القنوات وهذا التردد اللي بدأ اخيرا يقبل قنوات غير مناسبة للعائلة الصراحة انا متضايق جدا جدا وزعلان جدا جدا قبل ما اختم الحلقة خدها من نصيحة اللي تجعل المشاهدة تلهيك عن الصلاة وعن ذكر الله وعن العبادة وعن حياتك اليومية دائما انتبه لنفسك ونظم وقتك وخلي دائما كل حاجة في حياتكم يكلها وقتها دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله